نعم سهام رئيس الجمهورية شدد على وجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق قرارات مجلس الوزراء التي لم تجسد وتأخر أو تأخر تنفيذها إذ ليس هناك أشد وقعا على المواطنين من عدم تنفيذ التزامات الدولة كما حث أعضاء الحكومة على تفادي الوعود المبالغ فيها والبعيدة عن الالتزامات مع الشعب الجزائري إضافة إلى إبقاء الطبقة الهشة والمتوسطة نصب أعين الحكومة من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية وجعل البرامج السكنية بكل سياغها ضمن الأولويات صيانة لكرامة المواطنين وتسيرا لحياتهم كما وجه السيد الرئيس بالليقظة والحذر من تبذير المال العام واستهلاك ميزانيات إضافية غير مرصودة في البرامج المحددة بينما هناك ما ينتظر التنفيذ في هذه البرامج هذلك أمر بضرورة تكثيف الاستشارة ما بين أعضاء الحكومة حول القرارات المؤثرة على التوازنات المالية الكبرى للدولة كما أمر بتكريس قيمة العمل بشكل أكبر إضافة إلى أو الحفاظ على المهن والحرف الصغيرة كونها خلاقة للثروة ومناصب الشغل إضافة إلى رفع وتيرة تنفيذ ما تبقى من برامج والتزامات لسيمة في قطاعي التربية الوطنية واقتصاد المعرفة والمؤسسة الناشئة والمؤسسة المصغرة عقب ذلك وافق مجلس والوزراء على صفقة إنتاج أو إنجاز خقط السكة الحديدية تيندوف بجار مع الانطلاق بشكل فوري في الأشغال من قبل الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكة الحديدية أنسيريف وشركتي كوسيدار والسيرسيسي الصينية كما شدد السيد الرئيس على تقليص أجال المشروع مع إنجاز ما تبقى من مشاريع خطوط السكك الحديدية لمواصلة تقوية وتعزيز اقتصادنا الوطني أما بخصوص صفقة إنجاز مشروع تزويد بالمياه الصالحة للشرب في ولاية بشار وفق مجلس الوزراء على صفقة إنجاز مشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمدن بشار والعبادلة والقناتسا أما بخصوص عرض حول وضعية محطات تصفية المياه المستعملة أمر السيد الرئيس برفع طاقة تصفية المياه المستعملة واسترجاعها مع تحديد استغلال ستين بالمئة من الكمية المنتجة كما أمر السيد الرئيس وزير الرئيس بتحضير عرض للوضعية النهائية لتلك المحطات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر باعتبارها مطلبا حيويا أما بخصوص مشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2021 عقب المصادقة على مشروع القانون ثمن سيد الرئيس تحقيق أرقام إيجابية والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى رغم أزمة جائحة كورونا التي هزت أكبر اقتصاديات العالم كما أمر سيد الرئيس بمواصلة الحفاظ على التوجهات الكبرى للجزائر بتعزيز قدرتها على عدم الاستدانة الخارجية أما بخصوص عرض حول التحول الرقمي في الجزائر ثمن سيد رئيس الجمهورية وضوح الرؤية الخاصة بالتوجه الرقمي للجزائر ضمن عرض السيدة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنا كما وافق مجلس الوزراء على مشروع إنشاء قاعدة للتخزين وحماية المعطيات الإلكترونية Data Center من قبل شركة هواوي الصينية ليذكر رئيس الجمهورية بأن الهدف الأساسي من مشروع الرقمنا الضخم هو القضاء على البيروقراطية التي تعطل المشاريع واعتماد الشفافية في تسيير شأن العام وتحديد دقيق لاحتياجات البلاد في كل القطاعات كما تمت المسادقة خلال مجلس أو اجتماع مجلسي الوزراء على مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفق لتختتم أو ليختتم مجلس الوزراء بعد ذلك اجتماعه على مراسم تتضمن تعينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة كان هذا مشاهدين أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء لانهار اليوم أترككم مع سهام وبقية تفاصيل المشروع لكسيها شكرا لك أستاذ زيرتيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر